التنجية وطبق بغربي معروف وبالضبط من مدينة مراكش الأصل في هذا الطبق هو أنه يستوي على رماد الفحم لمدة ليلة كاملة وفي طبق ميناء الفخر القطع اللي هنحتاج من اللحم في هذا الطبق هي الموزة أو ما يسمى بالملج في المغرب هنقطعها قطع صغيرة حتى تستوي بسرعة مكونات هات الطبق سهلة وبسيطة جداً لدي ملعقة من السمنة ملعقة كذلك من التوم والكمون ثم زيت زيتون نحلط شوية هاد العناصر حتى نتأكد انها اندمجت مع بعدها ثم نضيف الزعفران أو شعيرات الزعفران مهمة في هاد الوصفة كتير ثم الليمون المخلل أو المصير هنا معمول على الطريقة المغربية ممكن نستعمل الليمون المخلل العادي اللي عندنا في البيت إن كذلك نصف كأس من الماء ما نضيفش ماء كتير لإن التسوية هتكون على درجة منخفضة جداً يعني تقريباً 150 أو 140 درجة لمدة ساعتين أو ساعة ونصف حسب اللحم وحسب اللقطع اللي عندنا في اللحم ندخلوا إلى الفرن بعدما تلاتوا من الفرن هيكون هذا هو الشكل النهائي للتنجية وهتنقرب من الطعم أكثر أي طعم الفحم اللي كيكون في التنجية نحض قطع من الفحم ونسخنها جيداً وندع فوق منها زيت ونغطي العناصر كلها ونخلي اللحم تتشرب هاد الرائحة ممكن من بعد نقض بها مع رز أو عيش أو خبز جربوا هاد الطريقة الجديدة للتنجية أكيد أتعجبكم وبصحة ورحة ترجمة نانسي قنقر